السلام عليكم وعمليني يا رب تكونوا بخير رجعنا لكم في فيديو جديد فيديو النهاردة يا شباب لو ما استخدمتش باينونس باي هتحصل على 1 دولار بشكل مجاني تماما والكلام ده ياسري على اي حساب ما ارسلش من خلال باينونس باي بيو اس دي واعرف حضرتك طريقة الارسال والاستلام الداخلي لمنصب باينونس بدون اي رسوم هعرف حضرتك تستلم قصايم ازاي تفعل القصايم ازاي تعمل المهام بتاعت منصب باينونس ازاي عشان تستفيد بالعروض حاجات كتير جدا هفيدك فيها النهاردة ان شاء الله في الجزء ده ده حلقة رقم 2 في فيديو الاول كان تسجيل وتوسيق منصب باينونس في خمس ازاي تقريبا الفيديو ده مهم ان شاء الله نبدأ على بركة الله هنبتدي بقى نشرح مع بعض منصب باينونس بالتفصيل طيب احنا دلوقتي لو عايزين نغير اللغة الانجليزية ديت لو احنا حابين عايزين نغيرها العربي مثلا هقول لك منصب باينونس بتدعم اللغة العربية فندم نقدر نغيرها زي ما احنا عايزين خلينا نخش على البروفيل اللي فوق ده او الملف الشخصي ونجيله على علامة الاعدادات ديت نضغط عليها ونجيله على خانة اللغة هنا او اللانجويتش نضغط عليها نختار اللغة العربية هننزل مع بعض كده تحت هنلاقي اللغة العربية هي نضغط عليها كده تمام كده خللنا اللغة بتاعتنا العربي خلينا نرجع كده نبدأ نشوف الاشعارات اجيب الاشعارات منين يهندسة عند حضرتك ترقتين الطريقة اللي هي علامة المنبه ديت او شكل المنبه ده هنا بقول لك عندك رسالتين اهوت انت لسه ما شفتهمش او ممكن تخش على البروفيل من هنا وتجيله على خانة الاشعارات نضغط عليها كده تمام يبقى احنا عارفنا هنا خانة الاشعارات بتجيلنا منين عندنا اعلان منص باينانس بنزلها هتلاقيه هنا في خانة الاعلان هنا الاعلانات بتاعت منص باينانس ايه وعندنا النظام الحاجات المرتبطة بالحساب بتاعك طيب اول حاجة هنا معانا خلينا نشوفه يقول ايه نضغط عليها تحت كده هيبتدي يجيب لحضرتك الوجه دي هنتغط له على كلمة عرض المزيد هيبتدي يحول حضرتك على مركز المهام ايه الكلام ده يا هندسة انا معرفش الكلام ده هنا بقول لحضرتك ده هدية التوصيق هنا بقول لك العشرين يوز تي اللي هي رسوم تداول هنتغط له على المطالبة بالمكافأة نضغط عليها كده هنا بيقول لك تهنينا لقد طلقيت المكافأة تحقق منها في مركز المكافأة الخاص بك قاسمة خصم رسوم التداول عشرين يوز تي فنضغط له هنا كن بزيارة مركز المكافأات نضغط عليها هنا بيقول لك القاسمة معاك هيت وتقدر تستخدمها لو حضرتك عايز تتداول او تبيع وتشتري في عملات ديت هتوفر لك الرسوم مش هيخصم منك الرسوم اللي هي بتاعت البيع والشراء لا هيخصم من القاسمة دي طيب كلام جميل انا مش عايزة فعلها دلوقتي خلينا نرجع كده الورا طيب دلوقتي انا عايزة جيب الكلام اللي انا كنت فتحه ده على طول من غير مروحل الاشعارات يا هندسة هعمل ايه هنجيله على مركز المكافأات او مركز المهام مركز المهام ده اللي احنا كنا فتحينه وعملنا المهمة بتاعته خلاص اللي هي مهمة التوصيق انتهت فقال لك اعمل استلام من هنا طيب احنا عندنا كلام تاني هنا بيقول لك او كن بعملية الاداع الاولى ب30 يوزتي حد يرسل لك من بره المنصة للمنصة عندك 30 يوزتي او 30 دولار بمعنى اصح هتبتدي تاخد قسيمة خصم التداول او خصم الرسوم بمعنى اصح هتبدأ تحصل عليها زي ما انا ورت لحضرتك كده هتقول له استلام هنا برضو بيقول لك بمعنى بيع واشتري اي عملة رقمية وهتاخد عليها 50 دولار قسيمة رسوم طيب تمام جميل جدا خلينا نرجع نجيب بقى مركز المكافئات اللي احنا بنستلم من مركز المهام القسيمة بتاعتنا وبنيجي نلاقيها في مركز المكافئات خلينا بالمرة نفعلها عشان نورل حضرتك ازاي هنتغطل على كلمة استرداد هنا هنا بقول لك هل تريد استرداد قسيمة انقول له استرداد تم الاسترداد بنجاح لو عايز تعمل تداول على طول بيقول لك بدء التداول بس مش نقطتنا دلوقتي احنا بنشرح اساسيات طيب كلام جميل جدا يبقى احنا هنا عارفنا الاشعارات وعارفنا مركز المكافئات ومركز المهام لو حضرتك عندك وجهة باينانس غير الوجهة ديت ممكن تجيله برضو على الملف الشخصي وتضغط له على برو باينانس لو عندك مقفولة فعل برو باينانس طيب كلام جميل خلينا نرجع كده عندنا برضو كلام كتير في الوجهة الرئاسية انا هشرح لحضرتك كل حاجة عن منص باينانس هتلعك من الالف للياء فاهم منص باينانس ان شاء الله خلينا برضو نروح على البروفيل خلينا نخلص نقاط البروفيل كلها الاول كده ونبتدي نتعامل على بقية الحاجات عندنا هنا نقطة ادفع لسه ما شفنا هاش عندنا الاشعارات مركز المكافئة مركز المهام خلصناهم باقي كلمة ادفع خلينا نضغط على كلمة ادفع هنا برضو نشوف الدنيا ماشية فيها ازاي كلام جميل هيبتدي يطلع على حضرتك الوجه اللي انت شايفها ديت بيقول لك باينانس باي ماناش علاقة بالكلام ده دلوقتي خلينا ناخد الاساسيات عندنا هنا ارسال استلام المسح الضوي عندنا هنا باينانس باي استقبال وارسال داخلي داخل المنصة يعني لو حد من منص باينانس حابي بيبعتلك داخل منص باينانس برضو هيكون من خلال الطريقة ديت بدون اي رسوم يعني حتى ممكن تكون رسومها واحد سنت رسوم لا تذكر وهنا المعرف بتاعك اللي هيرسل لك من خلاله هيقول لك تدين المعرف باينانس باي باينانس باي خلي بالك علشان في باينانس باي وهو اي دي باينانس ده باينانس باي فهتاخد الى اي دي كده من هنا او المعرف بتاع باي من هنا تاخده كده كوبي هيقول لك اللي انت خدته خلاص نسخ تم النسخ بنجاح لو انت عايز ترسل لو حضرتك عايز ترسل هتضغط له على كلمة ارسال هيبتدي يفتح لحضرتك الوجه دي احنا بنتكلم دلوقتي على نقاط الارسال الداخلي عند حضرتك اربع طرق اول طريقة البريد الالكتروني تاني طريقة عن رقم الهاتف تالت طريقة معرف الدفع اللي احنا لسه واخدينه نسخي دلوقتي يا شباب اللي هو معرف الدفع Binance Pay كلام جميل وعندنا معرف Binance معرف Binance ده اللي هو ID Binance اللي انا هورير حضرتك دلوقتي حالا بريد الالكتروني طبيعي هتكتب له البريد بتاعك او هتديهله البريد بتاعك هيرسلك عليه او انت لو هترسل هتاخد منه الجميل بتاعه او البريد بتاعه وهتكتب له هنا البريد اللي هو مسجل به حساب البريد اللي هو مسجل به حساب وهنا بيقول لك الهاتف رقم الهاتف هنرسل برضو من خلال رقم الهاتف تحدد له الدولة وتكتب له رقم الهاتف وبتبدأ تضغط له على المطابعة بس انا بعرف حضرتك الاول اساسيات وعندنا هنا معرف الدفع لو حضرتك عايز تجي تكتب له الاي دي اللي احنا لسه واخدينه نسخ ده كمثال ده الاي دي بتاع الحساب اللي انا فتحه وعندنا معرف في نقطة هنا يا شباب لو حضرتك لسه عامل الحساب جديد بيقول لك هنا ارسل الى حساب رسمي على اول ما هترسل بمعرف الدفع واربح واحد بيو اس دي انكر لتربح يعني انا لو جيت ارسلت من الحساب ده لشخص تاني هبتدي اكسب او اخد هدية طيب الحساب بتاعي صفر يا هندسة هعمل ايه هقول لحضرتك اضغط على السهم ده ويرجع تاني معي الورا عندنا هنا وجهة اعلانية او اخر العروض عندنا حاجة اسمها كريبتو بوكس كريبتو بوكس ده بتضغط عليه بتاخد هدية من بيونس خلينا نضغط عليه كده هيبتدي افتح لحضرتك الوجه اللي انت شايفها دي هندغط له على كلمة المطالبة بصندوق العملات الرقمية عند حضرتك صندوق واحد هندغط عليها كده قال للحضرتك هنا تهانين لقد حصلت على زيرو بوينت واحد بيو اس دي يعني ايه الكلام ده يعني حضرتك كسبت عشرة سنة كلام جميل خلينا نرجع كده احنا دلوقتي يبقى معنا رصيد بالبي يو اس دي بي او اس دي دي زي الي او اس دي كده يا شباب بس خاصة بمنصة بيننس منصة بيننس عندها بي ان بي وعندها بي يو اس دي بي اس دي اللي هي عملة الدولار الرقمي دلوقتي خلينا نروح له على ارسال ونبتدي نبعت العشرة سنت دول لحساب تاني علشان ناخد المكافأة بتاعتنا ناخد الواحد دولار نجيله على معرف الدفع هنا نضغط عليها فانا هجيب عنوان او الاي دي بتاع حسابي وارجع لحضرتك تاني تمام يا شباب انا هنا كتبت له معرف الدفع بتاعي وهبتدي اضغط له على كلمة المتابعة احتمال ينزل شاشة صودة يا شباب علشان او فعلا نزل شاشة صودة يا شباب علشان الحماية طيب محددلك طبعا على البي او اس دي دلوقتي حتى لو انا خدت سكرين شوت مش هتبقى ظهرة يا شباب احاول اخد سكرين شوت كده لا بيقول لي تعذر اغز لقطة شاشة طيب تمام انا هكتب له زيرو بوينت واحد اللي هو العشر سنت بطوعنا وبعد كده هقول له هنا نضغط عليها هيتدي يظهر لحضرتك هنا وبيقول لك اسم الحساب اللي انت ترسله او الشخص ده هيستقبل اللي اسمه كريبتو ويلز ثلاث سبعات هيستقبل زيرو بوينت واحد بيوز دي طيب تمام هقول له هنا المتابعة هيقول لك التحقق الاضافي انت عايز تعمل تحقق اضافي بحيث ان حسابك يكون مؤمن برضو اداة المصادقة عبر البريد الالكتروني ونقول له هنا نكست طيب برضو شاشة سوداء يا شباب هيقول لك هنا يرجى ادخال البريد الالكتروني الخاص بيك هنكتب له هنا جيميل وبعد ما حضرتك بتكتب الجيميل هتضغط له على كلمة صاب مت اللي هتلاقيها قدام حضرتك طيب هيفتح لحضرتك الوجه دي هنقول له هنا ارسال رمز وهنقول له هنا ارسال رمز هيبتدي يبعط لك رسال على رقم الهاتف وهيبتدي يبعط لك رسال على الجيميل طيب خلينا نكتب له الرسال اللي جات لنا على الجيميل او الكود اللي جانا على الجيميل ونروح على الرسال بتاعة الرقم الهاتف نشوف جانا الكود ونكتبه تمام جانا ها 2002150 وبعد كده هنضغط له على كلمة صاب مت تمام قلل حضرتك كده نجاح ما عندكش اي مشكلة خلينا نضغط له على كلمة المتابعة هنرسله كمان الرمز على الهاتف وعلى الجيميل تمام يا شباب وبعد كده هنضغط له على كلمة صاب مت تمام قال للحضرتك تم الدفع بنجاح وقال لك هنا لقد حصلت على هدية وجيب لك صندوق كده هنضغط له على كلمة فتح قال للحضرتك رقد ربحت واحد بيو اس دي او بمعنى اصح واحد دولار لو عايز تعمل مشاركة مع الاصدقاء هنا تمام لو مش عايز اضغط على علامة الاكس ونضغط على كلمة تم خلينا نروح بقى نستلم الواحد دولار اللي جانا ده مش مشكلة هنا بقولك تعيين رمز بين لا تمام مش عايزين خلينا نرجع هنا نستلم الواحد دولار خلاص عارفنا هنلاقيه فين هنلاقيه هنا في مركز المكافآت على طول القصائم والحاجات ديات باللاقيه في مركز المكافآت خلاص ترجمنا ده او عارفنا ده على طول خلينا نشوف يا هندسة كده جانا ايه قال للحضرتك هنا واحد بيو اس دي طبعا دي مش رسوم لا ده واحد دولار فعلي هيبقى في قلب محفظتك نضغط له على كلمة استرداد ونقول له هنا استرداد تم الاسترداد بنجاح خلاص خلينا نرجع نجيله بقى على خانة المحفظة نتأكد ان الواحد دولار ده جانا نضغط على المحفظة قال للحضرتك ان محفظتك فيها واحد دولار اهو يا شباب طبعا ده اجمالي الراسيط بالبيتي سي او بالبيتكوين وهنا عندنا واحد دولار وعندنا محفظة الفوري محفظة التمويل وهكذا انا اشهر لحضرتك ده كله خلينا نرجع تاني بقى للصفحة الرئاسية البروفيل نخش على ادفع نكمل مع حضرتكم بقية الحاجات عندنا هنا برضو عروض العروض ديت مهمة جدا يا شباب بيبقى فيها ارباح كويسة لحد ما بس الكلام ده يا شباب او العروض ديت مش مهمة دلوقتي احنا عرفنا حضرتك المهم او المطلوب منك بس كده علشان وقت الفيديو مش عايزين نغوط شوية ده لو عايز تشتري بابجي موبايل شدات بابجي موبايل اللي عايز تشتري جواهر فيرفاير على بلاستيشن موبايل ليجنز وهكذا شوية حاجات يعني يا شباب بمعنى اصح بس مش وقتها نشرحها في الفيديو ده احنا كده خلصنا دلوقتي خلصنا النقطة بتاعت الارسال لو حضرتك عايز تستلم بالبركود على طول حد عاد جنبك وهكذا يعمل البركود وهتبدأ تستلم بالبركود على طول بشكل مباشر وعندنا المسح الضوء اهو يا شباب كده كله تمام معنا خلينا نرجع بقى كده خلصنا باينانس باي خلصنا مركز المكافئات مركز المهام ادفع الاشعارات وهكذا وده اي دي باينانس اي دي باينانس يا شباب اللي أنا كنت بتكلم عليه هناك اي دي باينانس وهنا الحالات هنا طرق الدفع هنا الامان بطاقة هدايا الهدايا الخاص بي مسح زاكرة التخزين المؤكد المساعدة والدعم شارك هذا التطبيق هنتكلم عن الحاجات دي تقول لها في جزء تاني ان شاء الله تمام يا هندسة وكده يكون انتهينا من الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله الفيديو بالجزء التالت قريب جدا هعمل لحضراتكم بليليستك او سلسلة كاملة كده على اليوتيوب من الالف للياء ان شاء الله اتمنى تدعمني باللايك الجميل بتاعك الكمنت الجميل اشتراك لو مش مشتركوا فعل زر الجرس واشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم